فضيلة الشيخ فقركم الله يقول السائل كلما استصعب علي شيء من أمور الدنيا فإنني أقوم بالصلاة والإكتار من الصلاة من أجل أن يتسهل هذا الأمر يقول هل عمل هذا محذور وهل لي أن أستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة أسعى إلى الصلاة الفريضة يعني ويأمر بلال أن يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة هذا في الفريضة وإذا فعلته نافلة فلا بس الله جل وعلا قال استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وهذا يعهم النافلة والفريضة فأنت أحسنت في هذا نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة